هل أنتم مستعدون لصدمات النجوم وعالمها المخيف؟ عالمة الفلك اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف تثير الجدل من جديد بتوقعات غير متوقعة ستقلب حياة ثلاثة أبراج رأسا على عقب خلال الأيام القليلة القادمة وعلى الرغم من أن عالم الأبراج ليس كل شيء فيه كما يبدو لذا دعونا نستعد لتوقعات قد تغير مجرى الأحداث وتفتح أبواب السعادة لكل من يسعى وراءها فأما عن الأول والثاني فالأمور تتأرجح بين نقيضين لكن الثالث عليه أن يصنع مصيره بيده لمن ينتمي إلى برج الأسد استعدوا ليلة عبداللطيف تبشر الأسديين بفترة ستغمرهم بالسعادة والأمل نعم الفرص الذهبية ستطرق أبوابهم في مجالات العمل والحب تلك الأهداف التي كافحوا لتحقيقها لن تذهب سدى بل ستكون محطة تقدير من الجميع تخيلوا اللحظة التي يعبر فيها الزملاء عن اعتزازهم بمجهوداتكم الأضواء تتألق مجددا لتعزز من روح الأسد القوية هل أنتم مستعدون لاستقبال هذه الموجة من النجاح؟ أما مواليد برج الميزان فأنتم في قلب الانسجام ليلة عبداللطيف تؤكد أن الأجواء ستكون مثالية لاستعادة التوازن في علاقاتكم سواء العائلية أو العاطفية الحب والتفاهم سيمسحان على قلوبكم مما يجعل جميع العقبات تبدو كأنها حواجز صغيرة يمكن تخطيها الدعم من الأصدقاء والعائلة سيكون هائلا كالسند القوي الذي يمنحكم الراحة والأمان هل أنتم جاهزون للغوص في هذه الأجواء المشبعة بالمشاعر الإيجابية؟ أما برج القوس فاستعدوا لانطلاق نحو مغامرات مثيرة ليلة عبداللطيف تعدكم بفترة مليئة بالتجارب الجديدة حيث ستفتح أمامكم أبوابا لاكتشاف جوانب غير متوقعة من الحياة السفر الاكتشاف والانطلاق نحو أماكن جديدة سيمنحكم شعورا لا يوصف بالحرية ستجدون أنفسكم في مواقف تعزز ثقتكم بالنفس وستتاح لكم الفرصة لتحقيق كل ما ستطمحون إلي هل أنتم مستعدون لاستغلال هذه اللحظات السحرية؟ ويلو الكثير من سكان بلادنا العربية في تلك الفترة اهتماما واسعا لكلمات عالمة الفلك اللبنانية لما لها من شهرة واسعة حيث حظيت بها عبر تحقق الكثير من توقعاتها التي أطلقتها في أوقات سابقة وكان أبرزها الكثير من الأحداث الجسام لكن كيف نتعامل مع تلك التوقعات؟ الطاقة الإيجابية هي المفتاح من المهم أن تكونوا مستعدين لاستقبال كل التغيرات الجديدة لا تكتفوا بمشاهدة التوقعات بل اتخذوا خطوات حقيقية نحو تحقيق السعادة ليلة عبداللطيف تقدم لكم أكثر من مجرد تنبؤات إنها دعوة للمبادرة كل لحظة تعيشونها هي فرصة جديدة لكتابة قصة نجاحكم توقعات ليلة عبداللطيف تمنحكم فرصة رائعة لاستقبال بشائر الخير فهل ستشرق الشمس السعادة على حياتكم؟ إذا كنتم من بين المحظوظين فاستعدوا لبداية جديدة مشوقة هل أنتم جاهزون لاستكشاف ما يخفيه القدر لكم؟